بيه خانا حكي ونرجعك شوية لتادي كيفاش تخلت العليم الرياضي بدي يعني؟ والله مش نقول لك صدفة مش صدفة لانو انا وقت اللي نقرأ في المعهد الثانوي كنت نكتب في صحافة المكتوبة من خلال وتحت لي الفرصة من خلال علاقات الوالد وقتها والوالد كان كتب وعندو تجربة حتى التلفزيونية من خلال سيناريوية كتبها وقتها عندو تجربة بركة يدهوري مع القناة الوطنية علوش العيد من عشك انتتذكروا تلفيلم وقتها كتبها رشيل بالغيث نتفكر بالفيلم كل عيد يجيبوه وقت الوالد والوالد سيناريست كان في العمل هاي ذاك هو عمل تجربة عديدة وقتها مع اليرتي تعطفون صغيرة ذاك؟ تعطفون صغيرة ذاك؟ تعطفون صغيرة صحيت متاع يظهر لي الممثلة دريهم مفتاحي بالضبط كل عيدك من يجيبوه حسنا فيلم ذاك؟ والمرحوم ممدوح يظهر لي محمد ممدوح ما يرحمه ويناعمه كان العمل الوحيد دايور لي يحكي ويشخص عيد الأضحى المبارك في عمل فني معناه وقتها كان الوقت نتذكر حتى الهدف منه كان هدف نبيل انه بش يتضالة بالضبط معناه اللي هو يكون مناسبة بش لعبية تتشارك وتعاون الناس لي ما في حال هايش بش تاخذ وتتفرح صغارها في عيد الكبير وين كنت تكتب؟ كنت نكتب في جريدة العرب اللندنية مش في الجريدة اليومية كان عندهم ملحق آآ رياضي يصدر كنهار ثلاث اسمه العرب الرياضي آآ نتفكر آآ كنت نكتب فيه كانت المقر متياح في موبليزي كنت صغير نشري كل جمع ماذا تيش آآ أنا كنت بخمسة مئة إذا هذي الحاجة هذي أنا كنت بنقرأ والوالد وقتها مكتعرف واحد كيبدا مغروم بسبور أنا قبل كنت بنسمع عارة فيه بالراجو وقت نذكر عادل السليمي في في نانت وواحد وقتها كانال مزينا معمنهاش عمنها يظهر لي في العمين لخرانين هي بديت قبلها ما احنا في الدار وقتها ما عمنيش ديكو دور عمنيهم بعد كان في دار خالتي نمشي ساعة نتفرج دونك جنرال مون نسمع بالراديو معنى رفي جنرال مون يعملون ملتي بليكس نهارت سبت عشية كانوا اللي ماتش تقريبا سبعة مات شويت ولا ثمانية تلعبوا نهارت سبت في الليل طب بعادل السليمي في نانت من بين الملعبية وقتها عادل مهدي بن سليمين زادة وقتها في مرسي وكانوا عنا زادة ديجوور لأصولهم وجذورهم تونسية لكن ما كانوش يلعبوا في المنتخب لكن احنا نحسوهم متوانسة متاعنا معنى ولو انهم ملعبوش في المنتخب نتصورك حتى التابعة الزيرية والمغاربة كيف فيه كنت عام الكراسة ثمانية واربعين وكل كراسة واحدة متاع الشامبيونة لوكال وواحدة متاع الشامبيونة دفرانس وبعد شوية الكالتش وما كتعرف نتابوا احنا الريون ونوفانتيزي مومينوت ووقت من فمس احافظاني ما عندوش كل كراسة هذيك وكان عندي مسجلة فيها ميكرو كيما هذا وتسجل على الكاسات كاسات بتاع باكري معنى اللي فيها زوز دور في الواسط الكاسات القديمة برشة طو ما يعرفوهاش خلطو كيتولدي فما كان سيدايات والدي فيديو ومبعض اختفيو زادهم دونك الغرام كان مصصغرة الوالد كي شايف لي نكتب هكا وواحد قال لي وقتا مشيت معها مرة عند رئيس تحرير وقتا والله نسيت اسمه ويظر لي توفى زادة رحم عليه بالمناسبة نمشي مع الوالد وهو علاقة الوالد كانت بالكنتابلي متاع الجريدك يقالوا ولدي مغروم قالوا قلوا يبعثلنا بريد القراءة بديت بريد القراءة ملو مبعد ولا كل جمع يكلمني يقول يا يوين اكتب لي حاجة معنى كسوع اسبر تكتب اخبار ولا مقالة رأي مقالة رأي اي اي بتتصورت في حتى عمر ستا سنين بان بالمخ واحد عمر ستا شنا سنين ديجا ومونسيونيه حتى العمر يحطوه تحت المقال ولا الرؤية اللي انا نراها ونلخصها من خلال كتاباتي بديت تجربة قعدت تواصلت حتىك شي الفاكولتين بعد شاءت الظروف اني تعرفت على برشة عباد في المجال هذي شجعوني منهم بلال العلويني في البدايات اللي انحييه برشة زادة كيف كان من الناس اللي قالوا لي هيا معنى شايف كتاباتي ووقتهم كيفية انتي سعيد بش تعرف على شكون مالدومين واشي في تباعتها ايه بس عيد صدفة والله صدفة 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 مشيت مرتين ثلاثة وقتا مقتعرف اه جمهور في التلفزة بهذاك عملت علاقات مشيت وقتا مع اصحاب لي مرة المرة هذيك اتعرفت فيها على بلال من بلال تعرفت على ناس اخرين وانا كنت في في الحي السكن ينسكن فيه في حي الغازالة اصحابي شاكر الكنزالي ووليد جرفالة كنو مزلوا وكي بدانوا في حنبع يا اخي وقتا انا بديت ملول مع بلال في دبي سبور من خلال مراسلات وكل ملول ديت شو تطلع عنتي معنا معاها بديت نعانو طلعت اي وقتا الميدالية ذهبية متاع الملولي 2008 انا عملت التغطية اللي في تونس الكل ومشيت الدار الجمودي بداية بالكبير ايه مشيت الدار الجمودي عملت بورتري كروازي جمودي ملولي وقتا بين الجمودي اللي الوحيد اللي خدام ميدالية ذهبية والملولي اللي تخل معاها في السجل الذهبي لولمبياد كارتونسي عملت بورتري وكان يظهر اول عمل وقتا تلفزي نعملو اول اول روبرتاج اه نخدمو دو ازيد اما كان قابلو سبقوه روبرتاجات اخرين شاركت فيهم بلال في الخدمة ملول مبعد قلت لك اترافير شاكر ووليد قالوا العيش مدخلش الحنباعلها وعندك بوتنسيال واحد ملولي مشيت غرامو بليش خدمت معنى ملولي معنى هذي زدت ايه ايه نوجه حتى مساج للناس المغرومة مساج كي تبدأ تخدم بليش كلنا بدينا نخدمو بليش رايه وبالعكس ندفعو في المكتوب لماعنى ان هز كرابت الويلدة وقتا ونمشي بها حتى لتورناج وكل وصبين ايه سانس بمكتوبي لكن لغرام مبعد صدفة تن جيني تليفون صباح بعد عام تجربة في حنباعد حنباعد شنوه خانك نقضي في حنباعد بالمكشوف وقتا وكل سويعة سبور اخدمت ايه لريبورتاج شكون يقدموا وقتا وقتا يظهر لي والله نسيت يظهر لي العامل وليني نخلش فيه معز العامل وليني ايه عادل بولين البعض وظهر ليجيه يظهر لي عادل يظهر لي عادل ايه يظهر لي عادل اما خاطر ما وقتا مونير مسلم هو الفيزا فيم بتاعنا وقتا رئيس تحرير ورئيس قسم الرياضة دونك كيفاكتين لا معناها كي بيش تخدم انتي لسويعة سبور ايسانسيالما بش يخرج من من البروديوين بتاع سويعة سبور دي فيتايير البل مكشوف فمش دي فيتايير سبيسيال بالمكشوف جنرالما معناها ديما يخدم ليميسيون سويعة سبور على ذوق النتائج والحداث لي صارت يعملوا عليهم ياما تقارير واحد اخرين وإلا منهم هما انتي لقل منهم هما يكون هما حيوة كنت تخدم وقتا وايخ وفرستك و هاي وخدمت رالي تونس وقتا وطلعت حتى في حنبال عندي كنت نعمل مراسلة يومية في رالي تونس الفين وثمانية كان وقتا اول رالي لأول مرة يعمل تونس ليبيا تخلي حتى الجنوب الليبي وعملنا التغطية متميزة ومن الحاجات اللي زادة التغطية الاخرى اللي عملتهم مشيت الميامي وقتا في التروفي دي شمبيون تاع الهوندبول وقتا كان فيه رباعي تونس يمشارد كامل العلويني نتفكر هاي ويسام حمام وهاي كل مقنم وماروين تيج كان رباعي مونبوليي وايستر وقتا قلت ماروين اي ماروين اخوه فوتبول اي عيسام تيج دونك عيسام وهيكل وثم ما كانش في مخلك ملو تدخل لعالم الصحافة مش بالطريقة حلم هو بشو قولك حلم عليه ما عملت الصحافة مثلا واللهي مكتل الويلد والويلد بالحاق ما خليبكش اومي تحبني نطلع تبيب اللي انا صغير دونك وقت اللي وقت التوجيه كي انا شكوري ما خلطنيش للطب طب اخوي قاتلي اللي قات وقتها فما اكل سوبرير حالة وقتها عندها عامين هي متاع التكنولوجيا الطبية قاتلي اخوي نحب ما نرضاش عليه كان ما تعملش هذي دونك فنان ما وليت بشيت عملت هذيك ما رضا تن الاكثرية للويلد والويلده معنا اه بيه بعد مشيت قديجيك تليفون اه جاني تليفون بعد حنا باع القتلك عام جاني تليفون من عند اه لبنى الظاهري اللي كانت وقتها تخدم في مكتب نبيل القروي في قناة نسمة اللي انا ما نعرف هايش وقتا قبل ما تطلبني قالوا عسلامة فولين معنا اي راو اخلينا نمروك وقالونا اللي انتي مهتم بانك تكون معلق ومقدم برامج رياضية معنا وانا الحقيقة ما قدمتش معنا مطلب ما في بليش اصلا لبنسمة تيفين صوت على المعلومة اللي انتي مهتم بش تكون معنا ما نعرش في مجمعها كانوا معنا في حنا باع الصحفية يظهوري كان تخدم وقتها في قسم البرامج الاجتماعية وكان يظهوري كدرر هو وليد الثابري كان منيش غالط وقت اللي يحكيه وهكا ونا انتي مهم يحاضروا قالوا نهم تعرفوشي واحد مغروم بسبور انتير شكلا مقبول ونجم يعلق على الفوتبول اي اخي برامور رشحون يزوز معنا عطاول اسمتير ومكي معمري معلقت ذا هذي وقت عمري معلقت اما لا كي مشيت ما قلتش عمري معلقت قلت مغروم بالتعليق في النهاية جيك فرصة يزمك في اللحظة ذيك تكون حاضر اما لا ما دخلتش قو معنا عملت استقبل معنا الاعتقل الحق قلت قابلت نبي القروي اللي كان معناها استقبلني استقبل معناها محترم جدا بالنسبة الواحد مبتدئ تحب ولا تكره في الميدان وانكنيت ووقتها مهوش معروف قال لي تعرفت عنه قتلو نعرفنا عنه قال لي راي منحبش تعليق بين ظفرين وقتها متعتون السبعة حب تعليق جون ديناميك فيه مفردات فرنسية زي دخلتر احنا وقتها توجهم تعال قناة مغاربي بالتالي ممكن حتى في لهجتنا إذا يلقاوا صعوبات شاصتناك عالية سؤالة ذايا بعض ايه دونك كنت توجه مغاربي قعدت اليوم دخلت نذكر كيمة كيمة تو دخلني البوث عالتحط لي ماتش اليوم مارسي يترواز ادو في الويكاند اللي قبل لحنا سيتي مردي يظهر لي دخل علقت عالمبارات قل لي بالجمعان قل لي بالجمعان قلت له راي مزلت ملتزم مع حنا بعض وقت نذكره كيمة تو عندي تورناج معنى ديمانش دابري القروين والملعب التونسي معا حنا بعض معنى قلت له راي مالنجمش نجي لازم نطلب ولو ما عنديش عقد وقتها مكتعرف العقول متاع هذي مشكلة اخرى اللي التوى مستمر حكيت عقود صحفين مع مع التلفزيونيات خاصة الخاصة اللي ذعت من عرش وضعيتهم بالضبط ما عندي فكرة على التلفزيونيات اي واضح قل لي باش تبدأ معانا قل لي وقتاش قل لي بعد غدوة برا نخذي ندروه متاع اوزيبيوكا بفي مبارات بنفيكا ميلون باش تعلقت يوسيمير السليم بعد غدوة قلت له راي الصورة كذو كذيرا جيتني فرسك مع قناة نسمة وراو باش نغطي واحداث كبيرة من اللي كنت معنى مع احتراماتي معنى نغطي في بطولة التونسية باش نغطي روحي نعلق على مباريات كبيرة فيها نجوم كبار لي كنت تنحلم بش مش بش نعلق عليهم حتى بش نتفرش فيهم ساعات معنا فمذاء وقتا مونير كان متفهم قال يا ربي عينك وانا بالعكس نفرحلك وقعد حتى متابعني مباعد من خلال التلفونات وكل في البدايات وفيكتيف مو بديد بعد بنهارين علقت اولت ليلة كانت بخلال المبارات بمفيكا ميلون بعد بديت سلسلة متاع مباريات كبيرة خطر اه نسمى وقتها اسليم من عرش كانت تذكر. تذكر بتباع. اي اخذيت حقوق وقتها تلفزيونات الانديا الكبيرة كما بارسلون وتشيلسي وماشيسر ونايتد وبيان. دونك كنت في الجمعة نعلق مينموم مينموم على اربعة مقابلات اذا مش الدوبل. ومارسيليا كنا ناخده ما شوية اه مباشرة كنت انا ومهدي كتورن مرة بمرة كنا نعلقه على مباريات اه مارسيليا اللي كانت مباشرة وقتها. ومبارياتة شامبينزليك بالاضافة البطلات المحلية. بالتالي كان تجربة حلوة برشا. مم. اللي من بعد استمرت من خلال زادة اه اقتناء حقوق الرابطة المحترفة الاولى. وبعض مباريات اه اه ادوار التمهيدية. تركماتش الثيابي الشهير اه. ده اه اه. كنت فيه. كنت فيه دكا. الثيابي سيأسيس استوديو. انا اللي علق عليه وقتها يظهر لي مزوغي. زياد المزوغي. كان زياد الزواغي. كان معانا هو سمير ومساكن برب.